انا بس المرة اللي فاتحة كدلنا على كلب ناجح حمادي كلب ناجح حمادي كان بركة لانه ربنا استخدمه ينقذ التكيف صح بس اخوك اللي حاضر هنا قال ان جدودك من ناجح حمادي ايه رأيك بقى يعني انا ما انكرش كده وده شيء شرف لينا نكون كلنا غرباء وان كنا مستوطنين هنا في ناجح حمادي لكن احنا غرباء السيس الي انا اسألك حاجة ايجابية جدا يعني خلال الوقت اللي انت عشته في الخدمة في اوروبا انت السيس ليك 12 سنة في اوروبا يعني لحظت هل في فرق بين مسيح حقيقي جوه اوروبا ومسيح حقيقي هنا في البلاد العربية بالحقيقة هم 18 سنة لحظت فيهم فرق شاسع جدا من ناحية اختبار الخلاص وقبول المسيح مخلص الاوروبي لا يستطيع ان يقدم على هذا الامر الا من كل قلبه وعودته مرة تانية للخور والضعف شيء شاز ونادر جدا انه يحصل يعني لو جيه للرب يثبت يثبت لكن مش ممكن ابدا تحت تأثير كلام او عزة ببساطة انه يتأثر بالمشاعر ويصلي يعني انا واحد بقوله طب ممكن نصلي قال لي لا انا لسه خاطي بعد ما كلمته وفهم وتفتح الكتاب ارى معايا بقوله طب ممكن نصلي دلوقتي قال لي لا انا لسه خاطي بلاحظ في بلادنا هنا مرات كتيرة نقبل على هذه الخطوة واحنا غير مدركين تماما ماذا يعني الامر مع انه زي الفرق بين الحياة وبين الموت يعني عايز تقول ان مرات احنا بالعاطفة بناخد قرارات بس مش بنزبط فيها كتير جدا ومش بنعرف قد ايه معنى ان انا اتخذ قرار قبول المسيح مخلص طيب سؤال تاني معرفش ممكن يرجعك للفترة بس انا متأكد ان السؤال ده هيكون فيه باركة لينا انا سمعت منك يا سيس إلية الخطوة اللي خلتك تسيب الخدمة في مصر يعني انت بتخدم في مصر طبعا وبتيجو بتخدم في السودان وفي امريكا وفي كل مكان اقصد تسيب الاقامة في مصر في اسوان وتروح تعيش في المانيا وانا عارف انه ده كان يعني الرب سمع بقى شيء قليم لكن اكيد فيه درس في الموضوع ده قليلا الحقيقة ربنا ليه مقاصد عظيمة قد تظهر الامور من خارجها انها قاسية ومؤلمة لكن في بطنها دروس نافعة جدا الرب اخذني من مصر اللي فيها الاخوة والعمل والروحيات والمؤتمرات وفرص الترنيم والكتب والكتاب والمبشرين وسمح يوديني لبلاد باردة روحا وتقصا وهناك دخل بي الرب في مدرسة تدريب على الصبر على الانتظار على المحاولات بدون فشل على طلب وجهه ودي مدرسة تدريب انا مش بقول اكتستها لكن ما زلت اعيش فيها اعطاني الرب ازاي باولادنا التلاتة نطلبه مع كل نهار في اوقات كتيرة كنت متشدد خايف عليهم من شر اوروبا والاباحية والفساد المنتشر تحت مسميات كثيرة ومرات كثيرة حسيت ان مش هادر احرصهم سبتهم تماما من وديت انا وزوجتي انه صلي لاجلهم قضينا وقات طويلة جدا في الصلاة والصوم من اجلهم ولكن النهاردة احنا بنشكر الرب اللي اعاننا واحسن الينا في اولادنا في الظروف الحالية انا بعرف انه بنعمة الرب تنلموا الولادة بيقصص بواحد كان طياره احنا عندنا تلاتة اولاد ابننا الكبير اسمه كريستوف عنده ستة وعشرين سنة هو طيار دلوقتي بيدرس ماجستير في الكترونيات الطيارة على حساب القوات المسلحة عشان كده هو ضابط طيار ابننا الوسطاني اسمه فيليب عنده تلاتة وعشرين سنة ونص وهو خلص كلية التجارة والرب دعا للخدمة وهو دخل كلية الهود في سنة اولى وعلى قلبه يخدم رب بين الشباب وابننا الصغير في ألمانيا ولا مرسل لا في ألمانيا ابننا الصغير اسمه بن يمين وعنده تلاتة وعشرين سنة وثلاث شهور الفرق بين ولدين شهرين أربع شهور الفرق بين ولدين شهرين هو واحد نزله بعد شهرين التنيجة وهو خلص هندسة تكنولوجيا والرب دعا للخدمة والطحك بكلية الهود أخرى في مكان تني طب صدقني ما يفهم حاجة من الوعزة لغاية نتفهمه من زيد صدقني من الآخر كده يعني بتاع هيقعد وقاله بقاية يقولك طب تنزل ازاي وبعدها بشهرين ارجوك ريحه هو الحقيقة احنا الرب أعطانا في الناس ابن واحد وشرفنا الرب بولدين أعطهم لنا الرب هدية في حادث سيارة هما فقدوا والديهم وهم عمرهم كان سبعة واربع سين ونص ورب باركنا بيهم كانوا باركة كبيرة لنا أبوهم يبقى أخو زوجتي كانوا جوم يزورونا هنا في مصر يعملوا أجازة رجبوا تاكسي والتاكسي عمل حادث وماتوا الوالدين وتركوا الطفلين والرب ادهم لنا هدية بوضوح من عنده وكان من الصعب جدا الطفلين ما بيعرفوش عربي بتعودين على طاقس معين درجات حرارة يعيشوا هنا لكن شفت ان الضرورة في اللحظة دي حضرتك خدت قرار بنعمة الرب انت وزوجك تتركوا مصر عشان تروحوا تربوا الأولاد ده مختصر الموضوع طب احساسك ان لك اتنين ولادك خدام خدامه تبقوا متفرقين حقيقة صعب جدا اشرح الاحساس ده لكن زي ما قالت مراتي وهي بتبكي وقت الاتخاذ القرار ده انه ده اعظم تعويض ربنا عوضنا به عن السنين الكتير اللي قدناها بعيد ده تعبير صعب جدا تقدر تعبر عن هذا الشعور لكن سعادة بالغة طبعا انه اتنين من ولادك يبقوا قصص يعني ده حاجة متائلة ان يطلع من البيت اتنين مجاهدين مكافحين لخدمة الانجيل في اوروبا اللي فيها الاولاد والبنات بيعانوا بيصرعوا يعني ده مش عمل يعني بصدق يا اساس الية ده اسعد ولا لو كان وزراء مش كلام واعظم بجد احساسك الداخل الحقيقة لا انا اسعد جدا ومصرور جدا والاولاد نفسهم كده لانه انتو عارفين الاجابة وكلمة وزير دي برا ملهاش قيمة خالص يمكن احنا في بلادنا بنعطي للمراكز الاجتماعية قيم لكن حلو خالص ان يكون انا اسألك انت سؤال بقى هو الوزير اعلى او للسفير متى السفير اولادنا سفر الحقيقة امين مجدا للرب ياسوع يعني اتنين من اولاد طلع خدام اخر حاجة اسألها لك يا خيلية بالنسبة لدراستك في الاسرة يعني ايه حاجة لحساسيتك عن اهمية انك انت تدرس وفي الكتاب وكمان تدرس يعني انا عرفت ان حضرتك بنعمة ربو احنا بنهنيك انك حصلت على الدكتوراه في علوم الأسرة ويعني المشورة واحنا بنقولك مبروك يعني ده حاجة جميلة جدا ان في ألمانيا السيس مصر يحصل على الدكتوراه في المشورة الأسرية دي حاجة انا بعرف انها صعبة جدا ايه الحاجة اللي وجهتك للأسرة يعني ايه شمعنا الحقيقة لما حصلت الحادثة دي الاولاد التلاتة في فجأة كده بقوا مصابين نفسيا الولد الكبير جاله حالة تباول لا ارادي في سن حرجة جدا الولد الوسطاني يوميا كان يصحى بالليل حوالي ساعة اربعة صباحا كل يوم زي المنبة يبكي عايز ماما ابننا شاف ان اتنين فجأة جم على الأسرة وبيصدق اسموه وقت بابا وحب بابا فامتنع تماما تماما عن الكلام وعن الاكل وروحنا من عيادة لعيادة ويا ما تعبنا جدا كان اصعب يوم بالنسبة لنا يوم الخميس اما عاد الدكتور بتاع الأمراض نفسية يا ما كان يرسنا قدامه ويعمل علينا تجاره ولكن الحقيقة دا اللي دفعني دفع شديد لانقاذ اولادي ما كانش الفكر يعني انه في دراسات او حاجة لكن بديت ادرس وزوجتي اقول استدق شجعتني جدا وبديت سنة التمانية وتسعين زوجتك ومنشكرك انكم جيت مخصوصة علشانا شكرا ليك شكرا هنكون سعداء وانحنا بنزل عشان نتو الرب ممكن ننزل دا سينة زيانة شكرا الحقيقة بتاع الموضوع بتاع النهاردة الرب اداني المفتاح بتاعه وانا قاعد ادرس في حاجة تاني خالص ما لهاش علاقة لا بالمؤتمر ولا بموضوع المؤتمر في مادة دلوقتي بتدرس في كلية اللهوت المادة دي اسمها body language يعني لغة الجسد وهي اربع اجزاء بتقدم للطلبة في السنين الاربعة فانا قاعد بجهز بحضر شوية حاجات والكتاب بيتكلم عن ازاي تقدر تعرف شخصية اللي قدامك شوف لما الروح القدس يعوز يتكلم معاك يقدر يدخل باي مدخل لو انت منفتح ومنفتح النهاردة على شخص الله الروح القدس ازاي تقدر تعرف شخصية اللي قدامك يعني لما يجي حد في خدمة الكاونسلينج المشورة ويقعد ازاي تقدر تعرف ده كذاب والذي بيتبالغ لما يقعد يحط الرجله اليمين على الشمال والشمال على اليمين ازا قاعد بكده بيفرق في ايديه حد بيمسك مناخيره كتير وهو بتكلم الناس اللي بتفرق عينيها طريقة الكوعة كل الحاجات دي بيعرفنا ازاي اعرف الشخص اللي قدامي وانا قاعد ادرس وكل مخي في الموضوع روح الله اخدني لفكرة عجيب جدا ماذا عن شخص لم يكن لا جالس ولا واقف لكن كان معلق معلق وبدأ الروح القدس يحط قدامي شخص الرب يسوع المسيح على الصليب ويلا وريني النظرات العلمية اللي بتدرس فيها اوصف لي تركيبة وتكوينة هذا المعلق ايه رأيك في رأسه المنكس وخدني الروح القدس انه الرب هو في لحظات الالم النفسي بل ايضا الفيسيولوجي في جسمه وهو باصص منكس كده وكأن كل فكره في الكنيسة كل فكره في الكنيسة وماذا عن يديه المفتوحتين طلعت الكتب بتاعت الكرس ولقيت ان اليدين لما يتحطوا بالمنظر ده دليل على شخص بيحب بلا نهاية بلا نهاية الاب لما يحظن ابنه يفتح له الاول ولما يجي العيل يعمل ايه يقفل عليه ادي حدود بابا لكن بعد شوية بابا يعمل ايه يفتح ايده ويطلع مين في مهام في مسئوليات لكن اللي فاتح ايديه ده على مصرعيه ده حب بلا نهاية عطاء بلا نهاية غريب بيعطي حب بلا نهاية امر التاني لا للسيطرة لا للسيطرة انا قعدت احصر ذهني في كلمة الله اذا حد من رجال الله الافاضل المباركين اللي بتعلم من الرب فيهم يتذكر حاجة انا ما عنديش منع يجي يقف هنا ويقولها بدور على مرة الرب يسوع المسيح كان فيها انا مش قادر انطقها حتى ترجل انا متى تنسبش مع عظمته وجماله ديكتاتور مرة انا هسأل حقه ولا مش حقه عمله ولا ما عملهاش ما عملهاش ولا مرة ولا مرة حتى في المرات اللي كان فيها التلاميذ في مواقف مخجلة ولا مرة لا للسيطرة راجل جوز المرأة الشنامية ده راجل عظيم قوي لان مكتوب عنها هي كمان هناك كان امرأة ايه؟ هي عظيمة فجوزها كان عظيمة وهو الاصل الامر كده مرتبط ببعض مين اللي بدأ؟ انا مش عارف انا مش عارف هي امرأة عظيمة فسألت جوزها قبل ما تتصرف علمتوا ان رجل الراب مقدس نعمل علية واخوانا وكرسي وسرير وييجي واسترأة سألت الاول المرة التانية لما راحت تزور قال ليه شعر قال لي هذا لا رأس لشهر ولا سبت ايه الموضوع؟ لكن ما دايقهاش مرات في بعض الازواج يضيج الخناق على زوجته ليه؟ فين؟ امتى؟ ليه؟ لازم اعرف ليه وعلى اولادنا وبناتنا لازم نترك نترك مساحة من الحرية اللي الرب اداها للنفس عايزين نصحح مفهوم الزواج المسيحي هو ليس استعباد ليس شراء شخص لكنه اشتراك حنة والقانة يلا نطلع زي كل سنة قالت له لما امتى فطمة الصبي قال لها افعلي ما يحسن رجل عظيم رجل محترم جدا بس بيعمل كده ليه؟ بيها يسق قلب فيه ثقة عمرها ما كذبت عليه مرة وعمرها ما راح تداري حاجة من وراه ما عملتش ما تعرفش تعمل كده كنيسة مجيدة لا ده ناس فيها ولا شيء من مثل هذا لا لدفن مواهب الاخر لا لدفن مواهب الاخر منظر السيد كده في وسط التلاميذ سايب كل واحد من التلاميذ يمارس مواهبه يتكلم يعمل ويروحوا الارسالية يروحوا الخدمة ويرجعوا ويحكوا معاها وياخدهم يريحهم ماركوس ستة واحد وتلاتين جايين كلهم يدوا تقارير عن الخدمة كانوا فاكرين الرب هيديهم اوامر تعليمات قال لهم اما انتم فتعالوا منفردين لموضع خلاء ويعملوا ايه؟ احنا ما نقولش ليه لولادنا كده قلش ليه لزوجتنا كده قلش لجزء كده ليه؟ انت تعبت كتير تعالى استريح كفاية انت تعبت كتير انا هريحك النهاردة الاطباق دي المواعين دي انا هخسلها اللي لا دي خلاص كفاية انت عملت كده انا هخسل مواعين نعم انت مش كنت بتقول لمراتك لسه عالصفرة اه ما عرفش جبنا منين ان في حاجات في البيت دي بتاعت الرجالة وحاجات بتاعت الستات منين جبناها؟ ما لو كانت الاطباق تخصص الستات يبقى المفروض ياكل فيها ستات ما تستعجلوش ده انتو نصيبكم جاي انتو مالكم مستعجلين كده لسه لي كم دقيقة ما تخافوش خذوا لقالكم بقى من المسأل الكتابي ده اكلة وبرسكلة اكلة وبرسكلة كانوا حاضرين الاجتماع وفي ليلة وقف واحد في الاجتماع الراجل ده كان اسمه أبولوس وقف وعص حتة وعزة يقول الكتاب كان خبيرا وبتكلم مليان بايه؟ بالروح لكن معلوماته نهايتها اخره فين؟ عنده معمودية يحن اكلة وبرسكلة واخدين بالهم الرسالة ما كملتش يقول اخزاه اعتقد للبيت اخزاه بعد الاجتماع وشرحاه بالمسنة يبقى مين اللي اشترك في التعليم هنا؟ فين؟ في البيت ما حرمهاش ان هي تمارس الموهبة بتاعتها صح في المكان الصح ما فيش كابتل المواهب بل بالعكس عايزين نشجع بعض نشجع بعض عالمواهب اللي الرب ادهالنا لا لدفن مواهب الآخر لا للاشتراك في الخطأ لا للاشتراك في الخطأ حنانيا وسفيرة الكنيسة الأولى بنخلط بين أمرين بين الخضوع وبين الاشتراك في الخطأ موضوع يحتاج وقت لا للاشتراك في الخطأ ما فيش في كلمة الله ما يعلمنا ان الخضوع يدفعني للاشتراك في الخطأ وكسر الوصية الخضوع يدفعني لطول الأناه والصبر والصلاة بطرس الأولى تلاتة واحد كذلك كنا يدهى النساء كنا خضاعات لرجالكنا حتى وإن كان البعض لا يطيعون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة ملاحظين سيرة كنا إلى آخر الكلام يبقى الخضوع يعني إطالة الأناه بصلاة وطلب وجه الرب من أكل شريكة حياتي أو شريك حياتي لكن إذا الشريك هيخدني في طريق غلط أنا لازم يكون لي الهوية الروحية لازم يكون عندي موقف روحي وصيق ما تخافش ما تخفيش موقفك الروحي هتمدح عليه من ذات فم الشريك عاجلا أو أجلا هيجي يقول أنا مش ناسي اليوم اللي قلتلي لأ ما نعملش كده أنا بشكرك إن اليوم ده أنا شفت فيك وفهمت دلوقتي أنا فاهم ليه قلتلي لأ وقتها لا للسلب والأنانية كورونسس قولها سبعة لا للسلب والأنانية أعطى المسيح ذاته للكنيسة الكنيسة خضعت خضوع تام وهكذا في حياتنا وحبنا وعلاقتنا اسمحوا لي أتكلم ويعطني الرب نعمة لأصل ما في ذهني بكلمات قليلة دون أن أحتاج إلى إضاح كثير مرات كثيرة العلاقة العاطفية بين الزوجين بتقف عند حد مجرد العلاقة الجسدية هو ده كل شيء مع أنه الحقيقة العلاقة الجسدية هي آخر ما يمكن أن نسميه علاقة عاطفية هناك حب هناك عطاء هناك رحمة وحنان هناك معاونة هناك ربط على الأكتاف وقت ما تكون متضايقة أو متضايق حزينة متعب هناك التعبير العاطفي بحاجات كتير جدا لكن اللي اقتصر عندهم الحب العاطفي والعلاقة على مجرد ممارسة الاتحاد الجنسي فقدوا المعنى الحقيقي للحب حباء احنا محتاجين نعيش الحب الحقيقي حب المسيح النقي الطاهر حب المسيح اللي قد يصل بزوج أو زوجة إلى حد الحرمان لوقت معين بسبب الغياب بسبب المرض بسبب أي ظروف خاصة لا يصح أن نضع مركز ثقل على هذا الأمر ويستخدم هذا الأمر كنوع من الضغط أو العقاب هذا شر يقول الرسول بوليس بكلمات جميلة كلمات الكتاب المحتشمة ليس للرجل تسلط على جسد بل المرأة وليس المرأة تسلط على جسادها بل الرجل لا يسلب أحدكم الأخر سلب عارفين كلمة سلب سلب واحد سرقة بالإكراه لا لنير الأشرار أنا اتشرفت جدا لغاية دلوقتي ب11 جلسة مع أولادنا وبناتنا وأحبائنا 11 جلسة مع 11 فرد والحقيقة في 11 في 4 4 منهم الموضوع بتاعهم ارتباط بشريك غير مؤمن ارتباط بالشريك غير مؤمن أنا عايز أجيب من الآخر علشان أجيب من الكلمة البعض عايز أقول بالطول بالعرض بأي اسلوب تجمل الموضوع تحاول تدهن الأمر تغلفه أي شركة للظلام مع النور أنا أنا لنا لنا مقفول ولنا متخلف ولنا راجعي لكن أنا بمسك كلمات الكتاب بس اللي تعلمتها من الرب ومن إخواتي خدام اللي من قدين تعب ما بعده تعب صدقون عندنا في خدمة المشورة 8 ساعات يوم الثلاث مفتوح المكتب أغلب أغلب الموضوعات بسبب ارتباطات لم تكن بحسب فكرة الله للدموع نفع للدموع نفع للبك نافع لا تكونوا ولما الرب يقول لا تكونوا بفهم الرسول بوليس يبقى الرب مش عاوز لك التعب مش عاوز لك الدموع والهم طالب الرب وانتظري سألني يا أخوي يا خادم الرب دكتور باسم السنة اللي فاتت أعمل ايه ما المؤمن مجاش وانا برده بقول خلي بالك كل سنة ونتو طيبين وصل وصل الرب تخلط أنا عارف الكلمة اللي هقولها دي صعب على ولادي وبناتي يفضل عدم الزواج صدقوني نهائيا عن انك ترتبط أو ترتبط بانسان يمررك ويتعبك ونلجأ لأهل العالم لا للقهر والتهديد قفس الستة تسعة بطرس الولى اتنين وتلاتين التهديد اتعرضنا لها في الكلام القهر والتهديد وقته لا للنقد والانتهار مفيش نقد وانتهار مرات كتير نقد مستمر بيفقد الواحد حب العطاء الغريب لا يصح انه ينتقد او ينتهر باستمرار عايز عايز نبدل كل انتهار بتشجيع لا للبخل والاسراف لم يكن ربنا يسوع المسيح الغريب لا بخيل ولا مصرف فعطاءه اعطى حب كامل غفران كامل سلام كامل وبالنسبة الاسراف سمعنا من رجال الله عن الكسر اللي اصره ان يجمعها لكي لا يضيع شيء هل انت منتدب ولا حاسس انك صاحب بلد غريبة ولا مسكة فيها غرباء وايه ونزلان احنا غرباء ونزلاء داود بيتكلم عن نفسه وبيقول له يا رب احنا انتو دبنا عندك واللي هنقدمه لك ده رب الحقيقة ده منك لان منك الجميع من يدك واعطيناك اشكر الله انا مش بحب اتكلم على موضوع الفلوس ابدا ابدا وما بعرفش حتى اتكلم على الموضوع ده بس عايز اختم بجملة واحدة بس جملة واحدة بيبان بيبان حبك بصراحة من عطائك مش في كميته لكن في السرور اللي بتاعطي بيه في السرور اللي بتاعطي بيه يعني الرب كان عنده وقت فاضي عشان يقف يراقب كده الناس وهم بيحطوا في الخزانة كان عنده وقت ولا الموضوع ده كان مهم انا هفترض ان الاخ دكتور زاكريا استوره وهم بيلففوا الصندوق كده راح ماشي جنب الاخ وبدأ يبص على كل ايد جاية وهي بتتحط في الصندوق انا اعتقد هتغير العملة اللي في ايدك علشان عشان ايه ماش كده ياخد فكرك كويسة لكن يا سلام يا حبا يا سلام لما اقوله كلي لك يا رب كلي ليك يا رب انا عمال افكر في القرشين اللي في جيبي احط ايه ومحطش ايه وانسيت يا رب ان كل نفس كل نفس ده كل شهيق وزفير يا رب كل عظمة وريد وعضلة وشريئان شغالين في جسمي انت منهم ده الكل منك وانا لو اديتك يا رب كل شيء لن استطيع ان اوفيك عاش الرب يسوع المسيح منتدب عاش غريب اعطى حب واعطى غفران واعطى سلام قدم كل شيء عبر عن مشاعره في سفر النشيد للعروس والعروس عبرت عن مشاعرها بالكلام في سفر النشيد لم يهدد لم يأمر بنوع من القهر بل كل كلماته كانت كلمات الحب والتشجيع ومضى من عالمنا وهذا ما ننتظره نحن ايضا ان نذهب اليه او يأتي الينا ايهما اسرع ليحفظنا الرب يا حبائي ارجو ان اختم مجرد قراءة الكلمات اللي في كلوسي اصحاح 3 اللي بيختم بيهم الرسول بوليس ايضا هذا الاصحاح كلوسي اصحاح 3 اعداد بسيطة من اية 12 لآية 15 فالبسوا كمختاري الله القدسين المحبوبين احشاء رأفات ولطفا وتواضعا ووداع وطول انا محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا ان كان لأحد على احد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا انتم ايضا وعلى جميع هذه البسوا المحبة التي هي رباط الكمال وليملك في قلوبكم سلام الله الذي اليه دعيتم في جسد واحد وكونوا شاكرين امين